السلام عليكم مرحبا بكم معايا ان شاء الله في هذا الفيديو سنتكلم على علم الطاقة وغرفة النوم في زواج خاص الرجل والمرأة يكونوا متفاهمين؟ ويكونوا سعداء في غرفة النوم لذلك في علم الطاقة يوجد الين واليان كل واحد تحتاج الآخر يعني كل واحد من المرأة والزوج تحتاج البعضياتهم لاستكمال الحياة الزوجية لذلك سنعطيكم بعض النصائح في علم الطاقة في غرفة النوم لكي يكونوا الزوجين مرتاحين في هذه الغرفة أول حاجة نتكلمه على السرير يعني على النموسية السرير خاصو يكون مرتافع على الأرض باش يسمح بمرور الهواء من أسفل الشخص النائم لي تتكمل مسارة الطاقة من حوله يعني السرير خاصو يكون مرتافع على الأرض باش يكون المسارة ديالطاقة تدوز من تحت منهم وهم ناسين ما نكونوش حاطين تشي حاجة من تحت النموسية يكون تحت من النموسية بلاسة خاوية تع العلماء طاقة تيقولوا وخنحطو وليه تصغير ووالتحت من النموسية يقدر يمشي يعني ما نحطو لما نط لكراكيب يتشي حاجة من تحت النموسية ديالتنا تانيا السارير خاصو يكون كبير باش الشخصين يعني الرجل والمرأة يكونو ناسين وهم مرتاحين والسارير يكون سارير واحد يعني ما يكونش جوج at the serr في الغرفة ما يكونش السارير واحد ناس فيه المرأة وسارير ناس فيه الراجل يكون يكون سارير واحد ويكون كبير السارير هذا ستكون فيه مخدة وحدة يعني كيف حنا كنا سنقوله في القديم المزود يكون مزود كبير إلا تعضي عليكم هذا الأمر هذا وما قدرتوش تديرو مزود غديرو جوج مخدات ويكونو مخدات يعني بحل بحل وتالغشة ديالهم أو الغيطاء ديالهم غاديكون بحل بحل واحد النصيحة أنه المرة مرة مرة غتبتدل يعني المخدة بتنعز فيها راجلك مرة مرة بلا ما يعرف هو تهزي مخدة ديالتو وتنعسي فوق منها يعني تنعسي انتيايا تديريها في بلاستك ومخدة ديالتك انتيايا تديريها في بلاستو هذا تديرو المودة والحب بيناتكم غادي نجيو بجنحيدو المخدات غادي نجيو اللغطة اللغطة تهوية غادي يكون غيطاء واحد يعني ماشي انتيايا عندك غيطاء ديالك بوحدو هو عنده الغيطاء ديالك بوحدو غيطاء واحد غادي يكون مشارك بناتكم غادي نجيو غادي نشوفو الظهر ديال النموسية يعني هادك الخشبة اللي تديرو مورا نموسية خاصو يكون ماتين ويكون نصحوحنا يكون ديال الخشب او لما كاش ديال الخشب يكون شي يعني الجدار ديال النموسية يكون ماتين ويكون صحيح باش يساعد على غلق مسارة الطاقة المهدارة من الزوجين يعني يكون الغيطاء اللي في النموسية يعني الجدار يكون ماتين اه الا كان شي هو ينصح انه النموسية ما تكونش من مراها سرجم ولكن الى ما قدرتو يعني معنكم ما تديرو هادك السرجم يكون فيه شي سيتارة تكون قوية وما تقاوش تحلو هادك السرجم باش ما تهدرش لكم الطاقة ديالكم غادي نجيو شوفو في الساري يعني في النموسية دروريك ستكون يعني اي شي زوجي يعني اتنين غادي يكونوا هادك الطوبلات يتكونوا في الجانب ديال النموسية خسهم يكونوا جوج ما يكونش واحد ضروري ما يكون جوج الى كان هادك الاباجورة ديال الدق خسهم يكونوا جوج ما يكونش واحد الى كان شي فاز او كان اي حاجة غادي يكونوا جوج ما يكونش واحد باش يكون يعني الين و الينغ ويتكون الحياة متوازنة بناتكم ضروري يكونوا فردين أي حاجة منها جوج بالنسبة للنموسية ستكون الوسط باش المرأة يكون عندها طريق فين غد نعس والراجل يكون عنده طريق فين غد ينعس يعني ما تكونش نموسية على الحيط واللي تكون نعس على الحيط تكون ما عندوش واحد لإرادة وما تكونش عندو واحد سلطة في المنزل لذلك باش كونونتوما في واحد طاقة توازل خست النموسية ستكون نفس وانتي عندك المسه يمنح النأسي والراجل عنده المسه يمنح القضية كذلك في النعاس في النموسية المرأة فين basedفرات والراجل فين invers configured المرأة هي تنعس على اليد اليمين ديال راجلك يعني انتي ياي خستك تنعسي والييد اليمنى ديل راجلك هي بحس نموسية يعني انتي ياي اليسرى اليد اليمنى هي دياراجك تكون حداك يعني ضروري خاص هاد الماكان فين تنعسي فيه باش تكوني مرتاحة نفسيا وحتى في البيت تكون عندك الكلمة ديارتك وحتى في الحياة العامة ديالك تكون عندك الكلمة ديالك كذلك غادي نجي ونشوفو النموسياء والسرير خاصو ما يكونوش راسكم متكي على الحمام يعني لو كان عندكم الحمام في البيت النعاس او البيت يا النعاس يكون الحيل ديالو على الحمام او عصيد المرحاد ما يحتاجكمش نهائيا نفểuهم انتما راس ديالكم على المرحاد أو على المطبخ اما الكوزينة اما الحمام ما يكونش راسكم على الحمام او المطبخ لان الحمام هي طاقة مائية والمطبخ هو طاقة نار وهذه العنصرين دي الماء او النار تعطوكم التوتر وعدم التبات كذلك بالنسبة الناموسية ما يكونش فوق منكم واحد بحل ثقف او تكون شي مرواحة فوق من تكون قريبة لكم يعني ثقف انتم يا ناسين هذا تيمثلكم واحد الضغط على السيد او انتهاية تكونوا ناسين لتكونش مرواحة او ما يكونش شي سخف وهابط عليكم كذلك المرايا فاش تكون عندكم في بيك الناس من الاحسر ما قصد تكون مرايا ولكن الى كانت المرايا ضروري فاش تكونوا ناسين ضروري تغطوها بشي من ديل وتنعسو فاش ما تكونش طاقة ثالثة وتتنعاكس على الطاقة ديالتكم ضروري من المرايا ولكن عندكم تلفازة تلفازة ما تتنصحش بها في بيك الناس ولكن الى كانت في الليل تغطيوها بمنديل والمرايا تغطيوها بمنديل بالنسبة للصورة خستكون عندكم صورة ديالك انتي وراجلك تكونوا بجوجكم جموعين في صورة واحدة ومن الاحسن ما تكونش ديال زواج يعني تكونوا في الخطوبة او تكونوا خارجين تكونوا فرحانين وتكون في اطار انتي وراجلك ما تحطوش نهائيا صورة ديال اطفالكم في بيت الناس او صور ديال ممك او مو او باك او باه او اختك او اختو نهائيا لانه الى حطيتي الصورة ديال الام دياله في بيتكم عارفي ان الام دياله ديما داخلة في الشؤون ديالكم او حطيتي الصورة ديال الام ديالك ديما عتعرفي الام ديالك داخلة في الشؤون ديالك ممنوع 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 صورة اي شخص الا صورة ديالك انتي وراجلك وتكونوا فرحانين وتحطوها في الجنوب الغربي ان شاء الله من بعد قد نوريكم اتجاهات كذلك بالنسبة لأبواب الأبواب مهمة في بيت النعاس الأبواب قصها تكون مقفلة إذا كان عندك بيت النعاس وكان عندك الباب دياله فيه بابين يعني تيتح البابين هذا ما مزيانش من الأحسن تبدليه من الأحسن تغيريه لأنه فيش يكونوا بابين في غرفة النوم ما تيكونش مزيان إذا كان عندك باب الحمام وباب الغرفة وعندك باب ديال بلاكارات هاد الأبواب كلها مزيانش في الغرفة ولكن الحل ديالها هو أنها ستكون مقفلة ديما بيت الحمام سيكون مقفل ديما الغيطاء ديال الحمام سيكون مقفل ديما الباب ديال الغرفة يكون مقفل لأنه باب الغرفة إذا كان محلول دروري أي الأسرار ديال حياتك الزوجية دروري أن تلقيها عند الناس أخرين وقدر أنت هي يتعودها بحرية تامة لا تشيء واحد ما يسولك أو رجلك يعودها الأسرار الزوجية دروري أن تلقيها عند الناس يعني الباب ديال الغرفة ديال النوم دي ما يكون سدود الغرفة ديال الحمام تكون سدودا الغيطاء دير الحمام يكون مسدود إلا كانوا عندكم البلاكارات يعني الدولاب في الغرفة تكونوا محلولين بلا يعني غيطاء مالأحسن ديري لهم إما باب أو ديري لهم ستارة باش ما يخلي النوم ديالكم مرتاح بالنسبة النوافذ إلا كانوا عندك يعني أكثر من نافذة في الغرفة سعملي فقط نافذة وحدة والنوافذ الآخرين ضروري ديري لهم ستائر وما تحليهم نهائيا بحل ليكونوا عندك غير موجودين في الغرفة فقط استعملي نافذة وحدة بالنسبة إلا كانوا عندك الحمام وكانوا عندك حوضين في الحمام من الأحسن هم ممزيانينش لأنه تيديروا الخيانة من الأحسن استعملي فقط حوض واحد والحوض الآخر ما تستعمليش وإن شاء الله هنتكلم لكم على المرحاد وعلى الألوان ديالو هادو أعطيتكم يعني فقط نصيحة على غرفة النوم وإن شاء الله نعطيكم نصائح أخرى أتمنى لكم السعادة ولقاكم في فيديو آخر بوسطة كبيرة لكم بابا يمسي